مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب حلقة اليوم هي استكمالاً للرد على الدكتور منقذ السقار والدكتور منقذ في كل الحلقات اللي بنعملها بيحاول يرد علينا وبيحاولي يقدم ما يعلمه وما يعني يظن أنه حق في ردوده علي وعلى ما أقوله بخصوص الإيمان المسيحي وهو من فترة طرح سؤال مهم جداً وأنا حابة في الحلقة دي أتكلم عن هذا السؤال وأجاوب عليه فموضوع حلقة اليوم هو هل إله المحبة يقرأ ويبغد أو زي ما هو حطه هل الله يحب هتلر وموسليني أو أنا زي ما حطه أنا هل الله يحب البغدادي وأسامة بن لادن أم لا كميز الفيديو اللي عمله الدكتور منقذ بدأوا أولاً بمغلطات مغلطات ما يعش فيها أبداً أي شخص بيعرف ما يحدث في العالم العربي وما يحدث في العالم الغير عربي أو مغلطات ما بين شخص يعلم ما يعلمه الكرآن وما يعلمه الكتاب معدسة فأول مغلطة وقع فيها الدكتور منقذ أنه هو أظهر أظهر بصورة واضحة جداً عدم درايته بأبسط الأمور في الكتاب معدس عدم درايته للدرجة يعني أنه فعلاً لما تسمع الفيديو اللي جايه هتشوف أنه هو أرى الكتاب معدسة هو يعرف هي عن المسيحية ومش ممكن إزاي واحد زي الدكتور منقذ يقع في هذه المغلطة هو عايز يقول لنا أي عايز يقول أنتوا عملين تتفخروا بأن المسيحية فيها محبة الله وتتحدث عن محبة الله والله الذي يحب الكل بس أنتوا عندكوا نقص أنتوا عندكوا عقدة نقص فعش كده بتكملوها بالحديث عن محبة الله فالمسيحية فيها عقدة نقص والمسيحية لا يمكن أبداً في تعليمها وفي ما تقدمه أن تسمع عن الإسلام فخلينا نشوف الفيديو دوا ونرجع نعلق عليه وهيكون تعليق عليه هو تعليق الكراء والمشاهدين لهذا الفيديو على صفحة عبر الكتابة خلونا أول نشوف الفيديو الأولان النصرانية ليس عندها ما تدعي فيه تفوقاً على الإسلام فنحن المسلمين نتعلم الطهارة من كتابنا ولا نتعلمها من الكتاب المقدس نتعلم نظافة أجسادنا نتعلم الطهارة أنهي طهارة يا دكتور مونكس أنهي طهارة طهارة الجسد بتسمي الوضوء ده طهارة ولا طهارة القلب أيهما أعظم عند الرب طهارة اللسان وطهارة القلب أم شوية مية بتدلقهم على إيدك وعلى ودنك وعلى مناخيرك وعلى رجلك وانتهى الموضوع أقول لك حاجة يا دكتور مونكس أنا من فترة نزلت مصر ورحت رحت منطقة الحسين حب أروح لما نزل مصر أروح للحسين وبعدين حبيت أدخل الحمام فما لقيتش لقيتش حاجة متوفرة حد من صحابي قال لي تم تدخل الجامع اللي هنا ده عندهم حمام أنا لم أستطع أن أحتمل الرائحة النتنة من مكان الوضوء وخرجت طهارتي طهارتي اللي بتكلم عنها إيه هو تعريفك للطهارة وبعدين النظافة النظافة تي بتكلم عن الوضوء على إنه نظافة يا دكتور مونكس النظافة دي اللي بتكلم عنها هي الوضوء دعيني نكمل فيديو لسا تعليقات كثيرة ماشي نتعلم نظافة أجسادنا من القرآن الكريم ولا نتعلمها من الكتاب المحدس قضية أصلاً غير موجودة طبعاً نتعلم بر الوالدين من القرآن الكريم حتى لو كانا كافرين وهي غير موجودة في كتاب المحدس آه غير موجودة في كتاب المحدس أنت ما تعرفش حاجة عن كتاب المحدس ده أنت حتى تلعت ما تعرفش حتى الوصايا العاش حتى الوصايا العاش ما تعرفهاش تخفى عنك اللي هي بتقول اكرم أباك وأمك كمل نتعلم بر الوالدين من القرآن الكريم حتى لو كانا كافرين وهي غير موجودة في كتاب المحدس خالص لا مش موجودة نتعلم صلة الأرحام نتعلم صلة الأرحام أي صلة الأرحام دكتور منكزي أنت سعودي كويس وأنا هسألك سؤال في الأزمة اللاجئين السوريين الأطفال والأمهات والأباء الذين هربوا من الحرب في سوريا الذين تدمرت بيوتهم بواسطة مسلمين واختصبت أموالهم واضطروا 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 أنهم يهربوا من سوريا ويدوروا على مكان يعيشوا فيه أنت سعودي هل قبلت السعودية اللاجئين المسلمين السوريين لا لا رفضت قبلهم مع أنها أكتر بلد مجهزة لاستقبال اللاجئين لكنها رفضت أن تقبل المسلمين اللاجئين السوريين وقبلهم بلاد الكفرة ودوهم علاج ودخلوا لدهم مستشفيات ودوهم إقامة تقدر يا دكتور مونكس لو أنت بتتكلم عن صلة الأرحام وعن محبة الإسلام تقدر وانت في البرنامج دو تقول أنه ما فعله السعودية أو ما فعلته السعودية برفضها لقبول اللاجئين كان غلط وضد التعليم الإسلامية ما تقدرش ما تقدرش أنت بس كلام دا كلها كل اللي أنت بتعمله دا يا دكتور مونكس عبارة عن كلاشيهات محفوظة كلاشيهات محفوظة لكن لما تيجي الأرض الواقع مفيش كمل تغير موجودة في الكتاب المقدس نتعلم صلة الأرحام نتعلم الإحسان الإنفاق هل تعرف دكتور مونكس أنه أكتر بلاد بتعطي للفقراء وبتعطي في الأزمات الفيضانات أو بيئة وكده هي البلاد الغربية تعرف دا ولا ما تعرفوش تعرف أنه أكبر هيئات للإغاثة دون التفريقة العنصرية ولا التفريقة في اللون ولا الجنس ولا الدين هي هيئات مسيحية ماشي كمل تتعلم الزكاة الواجبة في أموالنا حسنة على الفقراء وهي غير موجودة في الكتاب المقدس فقراء المسلمين وعشان كده بلاد المسلمين مليانة فقراء طيب أنا مش هرد عليك يا دكتور منقز نكمل الفيديو وبعدين هقرأ بعض التعليقات من المشاهدين المقدس إذن نحن لا نحتاج إلى المسيحية لكن المسيحية تشعر بأن لديها مشكلة ما هذه المشكلة تريد أن تتغلب عليها وهي تفوق الإسلام عندنا عقدة نقص عندنا عندنا عقدة نقص يا دكتور منقز إنه الإسلام متفوق فيعيني هنعمل إيه مساكين إحنا لا بنعرف حاجة عن الطهارة ولا نعرف حاجة عن النظافة ولا نعرف حاجة عن بر الوالدين ولا نعرف حاجة عن الإحسان ولا نعرف حاجة عن صلة الأرحام فإحنا يعني إحنا شوية بربر شوية يعني جماعة متوحشة أما الإسلام فهو التهارة والنظافة وصلة الأرحام وبر الوالدين وعلشان كده العالم كله بيتمنى أن يعيش في البلاد الإسلامية العالم كله يتمنى أن يعيش في العالم الإسلامي الناس وقفة طوابير على الفيز للبلاد الإسلامية علشان تروح أنت مغيب للأسف وبتحاول أنك من خلال هذه الغيبوبة أنك تغيب الآخرين أنا هقول لك ودي تعليقات على فكرة مسلمين قبل ما تكون تعليقات مسيحيين يعني هي فيها ميكس فيها ميكس وأنا هقرأ مش هقرأ كل التعليقات لأننا عندي مئات التعليقات أنا حطيت الفيديو ده زي ما هو أنا لا غيرت فيه ولا بدلت فيه أنا خدته زي ما هو كده وحطيته على صفحة عبر الكتاب قلت أشوف المشاهدين والأخوة اللي بيتابعونا أخبارهم إيه فقال لك واحد اسمه عبدالله عبدالله زويد قال لك طبعا تتعلم بر الولدين من كتابك وصحابي رسول الله عبيدة بن الجراح يقطع رأس أبي لأنه رفض الإسلام وينال على ذلك ثناء من رسول نعم تتعلمون التهارة والنظافة من كتاب علمكم الاستجمار بثلاث حصوات والتودق من بئر بضاعة الذي ترمى فيه لحوم الكلاب النافقة وحيدات النساء تتعلمون التهارة من خلال التبرك بنخامة الرسول وبصاقة وبصاقته ولديكم عشرات المجلدات التي تتحدث عن التهارة لكنها لم تنجب قطعة صابون واحدة طيب قال لك واحد آخر قال اكرم أباك وأمك واعطوا العشور والبكور والنزور والمحبة أحب أعدائكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا من أجل المسؤين إليكم كلها في الكتاب المقدس واحد آخر قال لك يا شيخ أنت غير محتاج تتعلم من المسيحية أي حاجة لأن دينهم تعاليم للحياة وآخر قال لك محمد يتوضأ من بئر بضاعة الذي يرمى فيه النت والكلاب الميتة والجيفة ودم الحيد والغائط وعلى فكرة أنا رديت على هذه التهمة على أحمد سبية عندما قال أهل المسيحيين رائحة وردينا على هذه التهمة في حلقة كاملة يا شيخ ما هي صلة الأرحم التي تتحدث عنها؟ عقيدة الإسلام مبنية على القتل والسبي وما هي الطهارة التي تعلمتها من القرآن إذا القلب والعقل غير طاهر لا يوجد طهارة قد طلق محمد زوجة ابنه بالتبني وتزوجها واحد مش مسدى بقى واحد مسلم مش مسدى اللي أنت بتقوله فبيقول هذا فيديو مفبرك أكيد أكيد فيديو مفبرك مستحيل شيخ يتكلم بهذه الصورة مش مسدى الراجل إنك ممكن تقول الكلام ده طيب أنا عندي مئات زي ما قلت وأنا مش عايز أقرى الكل أولا يا شيخ نظف القلب أو نظافة القلب هي أهم من نظافة الجسد القلب الذي تخرج منه كل الأفكار الشريرة طيب هقف هنا واحد تاني صحيح يا شيخ ما تقول فقرآنك علمك كيف تنكح البهيمة وكيف تتسبي النساء وكيف تنكح أمك أو أختك كتابك علمك كيف تجذب وكيف تسرك وكيف تغزو كتابك علمك كيف تزني كتاب أما الكتاب المقدس فعلمنا الحياة الروحية المهم تهارة القلب والنفس يا شيخ وليس اليدين والرجلين والجسد يا دكتور منقذ أنت ارتكبت مغلطة ومغلطة كبيرة وأنا أسألك سؤال وأسأل المشاهدين سؤال هل كان العالم هيكون أفضل بدون الإسلام وما يعلمه أم العالم الآن أفضل بسبب الإسلام يعني لو الإسلام مجاش هل العالم هيكون مفروض كان يكون في حال أفضل ما الذي أتى به الإسلام وفرأ في حياة الناس أتقول لي التوحيد اليهودية بتنادي بالتوحيد والمسيحية عقدة الأساسية للتوحيد إيه اللي فرأ في حياة الناس هل العالم كان مفروض يكون أفضل بدون الإسلام أم لا أنا معرفش أنت متابع الأخبار أم مش متابع الأخبار بس دي برضو أخبار من عندك يعني محمد حسين يعقوب تعرفه دعية المشهور خلال السبع سنين اللي فاتوا تجوز اتنين وعشرين مرة هذا الراجل المسن اللي يعني خلاص رجله على القبر اتجوز خلال السبع سنين اتنين وعشرين فتاة هو مهووس بالجنس ومهووس بالنساء جابها منين جابها منين أنا شوول أن احنا يعني العالم الغرب أنا شوول بكلم على التعليم الكتابية احنا عندنا في المسيحية امرأة واحدة عندنا مشاكل آه بس على الأقل تعليم الكتاب واضحة لكن انت هو مش دادعية معلم أسسها جابها منين ما بناها من الكرآن والأحاديث وبعدين يطلع النهاردة عبدالله رشدي اللي زيه ممكن أسفك منه ويدافع عنه ويقول لك ايه الشيخ محمد حسين يعقوب لو تزوج ألف مرة فلن نقول له إلا بارك الله لكما يا حلاوة ايه المشكلة في اتنين وعشرين حتى لو تجوز ألف مرة طيب مش ضيع وقتنا في هذا الكلام لأنك تعلم جيدا يا دكتور مونكز أن العالم بدون الإسلام أفضل مئات المرات من العالم في وجود الإسلام إحصائيات إحصائيات حالية وإحصائيات سابقة ودراسات ومقارنات وإلى آخر وأنت تعلم جيدا هذا أنت تعلم جيدا هذا طيب لسه فيه جزء آخر مغلطة أكره خليها الآخر الحلقة وهو كلامه على الدول الإسلامية هو غالبا مش عايش في دول إسلامية وعلى التفوق الذي تعيش فيه الدول الإسلامية من الناحية الأخلاقية والسلوكية وإلى آخر عالم آخر عايش في عالم آخر طيب نأتي إلى سؤالنا أنا يعني عقدة المسيحيين بصراحة بتفوق الإسلام أنا بدور على صورة ضحك يعني أنه واحد بيضحك لما يسمع كلام ده فلقيت أولهان أمر وهي السومالية لكن بلاد الكفار اديتها ما لا يمكن أن تناله في بلاد الإسلام أنها صارت عضو في الكونغرس وكمية الفساد المالي اللي في حياتها واللي في كل يوم بتعيشها غير عدية فلقيت الصورة دي بتضحك فقلت أهي ضحكة يعني واحد بيقول الدكتور مونكس بيقول نقطة وهي بتضحك على هذه النقطة في تفوق الإسلام وهي ليست سداني دكتور مونكس ليست مبرزة ولا صراع ما بين ده تفوق ولا مش تفوق هي منطق يا دكتور مونكس أيهما فعلا بيحول الإنسان للأفضل الإيمان المسيحي أم الإيمان الإسلامي ما هو الرب يسوع من ثمارهم تعرفونهم وأنا مش بكلم على بلاد الغرب لأنها في معظمها بلاد علمانية بس يمكن تأسست على المبادئ الكتابية اليهودية والمسيحية وما زالت هذه المبادئ تحكمها لكن لما الإنسان بيقرأ الكتاب المؤدس أو الإنسان بيقرأ القرآن إذا أراد الإنسان أن يتبع ما هو مكتوب في الكتاب المؤدس أو إذا أراد أن يتبع ما هو موجود ومكتوب في القرآن والحديث ما هو البرودكت الناتج إذا جبت إنسان طفل صغير وعلمته من الصغر كل ما يعلمه لنا الكتال المقدس وما علمه لنا الرب يسوع الناتج هيبقى شكله إيه؟ ولو جبت إنسان آخر طفل آخر مسلم وعلمته كل ما ينادي به القرآن وما تنادي به الأحاديث النبوية وشوف الناتج بتاعك إيه؟ شوف ده وشوف ده لكن للأسف يا دكتور منكز أنت لا ترى بعينيك طيب إيه بقى موضوع الإشكال؟ دكتور منكز بقول إنه فيه موضوع إشكال بينه وبينه وموضوع الإشكال بينه وبينه إنه هو بيطرح سؤال وعايز السؤال ده يتجاوب عليه بصورة أو بأخرى فالفيديو اللي جاي بيكلمني الدكتور منكز على نقطة الإشكال موضوع الإشكال وموضوع الإشكال هو هل يحب الله إتلر وموسيليني؟ وأنا بحطها برضو بأسلوب تاني هل يحب الله الزرقاوي وأسامة بن لادن؟ أو بأسلوب أخر هل يكره الله الخطية ويكره الخطة؟ هي دي موضوع الإشكال فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي الدكتور منكز بيحطه لنا بيحط لنا النقطة دي وأنا هرجع أعلى عليها موضوع الإشكال بيننا هو ما طرحته عليك في الحلقة السابقة ولم تستطع الجواب عنه هل يكره الله القتلة؟ هل يبغض الله الزنات؟ هل يحب الله هتلر وموسيليني وغيرهم من الطغاة؟ هل يحب الله الخطات؟ هنا موضع الفرس هنا مربط الفرس الذي ينبغي أن تجاوب عليه وهو الذي عجزت عن الجواب عنه ليش؟ لأنكم لا تطيقون وأنتم دائما في الكنيسة تقولون للناس بأن الله يكره الخطاء بأن الله يكره الخطية يكره الخطية ويحب العالم وهكذا أحب الله العالم أحب الله العالم لا تطيقون بعد هذا أن تعترفوا لهم بالنصف الآخر من الكأس بالحقيقة كاملة وهي أن الله يكره الخطات يكره مش الخطية فقط يكره الخطية ويكره الخطة طيب دكتور مركز طبعا يعني عنده تخيل أو افتراضية خاطئة أنه من يقرأ الكتاب المؤدس هم الكهنة أو القصوص أما عامة الشعب فلا يقرأ الكتاب المؤدس وبالتالي إحنا بنقول للشعب حاجة لكن مش بنقوله الحقيقة الكاملة يا دكتور مركز كل بيت مسيحي كل بيت مسيحي في نسخة واثنين وتلاتة وعشرة من كتاب المؤدس ولو في البيت في خمس أشخاص أوقات بتلاقي الكتاب مؤدس لكل فرد فيهم هو ده بتاعه اللي بيقرأ فيه بياخد خلويته فيه بيدرس فيه بيروح الكنيسة به هو ده ففكرة أنه أنه نحن نقول لكننا لا نقول لعمة الشعب الصورة الأخرى ده تصور خاطئ غير موجود حضرتك يمكن ما تعرفش حاجة عن بيوت المسيحيين ولا عمرك دخلت بيوت مسيحيين ولا رحت الكنيسة ولا سماعت ولا أي حاجة أنت بتتكلم من فراغ من افتراضية من افتراضية خاطئة وما يبنى على افتراضية خاطئة فهو خاطئ يا دكتور مونكس طيب السؤال بقى اللي أنا معرفتيش أجواب عليه وكأن يعني هي دي النقطة اللي هو زنقني فيها وأنا مش عارف أجواب عليها السؤال الذي لم تجيب عليه هل يحب الله هتلر وموسيليني طيب يا دكتور مونكس أمشي معك واحدة واحدة يا دكتور مونكس كلم عن محبة الله إما أن يكون الله كلي المحبة أم لا يكون ما ينفعش يكون نص وما ينفعش يكون تلاتة أربعة بمعنى إيه إما أن يكون فعلا الله كلي المحبة إما لا يكون محب فالله كامل في صفاته والكمال يتطلب الكلية وبدون أن يكون كلي المحبة فهو ليس كامل في صفاته زي ما هو هتكلم عن كده كلي القداسة والرحمة لكني أنا أتكلم على المحبة الله لابد أن يكون كلي المحبة أي أنه أي أنه يحب بدون شروط ما كلي المحبة ما ينفعش تكون محبة مشروطة المحبة المشروطة دي محبة ناقصة دي محبة مؤسسة على أشياء وجودها يجعل المحبة موجودة عدم وجودها لا يجعل المحبة موجودة فعشان كده محبة الله الكلية هي محبة غير مشروطة محبة بلا محبة ومحبة للكل أو أنا أحط زي ما أحطها لك بالأربع الكلمات دول unconditionally impartially and universally يعني يعني محبة الله بدون شرط هو يحب لأن طبيعة المحبة ويحب الكل ويحب بدون محابة بيس لو أنت أب يا دكتور منقز وبتحب ولادك conditionally بشرط وبتحب ولادك بمحابة ومش بتحبهم كلهم يبقى أنت أساسا مش محب كويس أنت ممكن أنا بكلم على البشر لو أنت كأب أو كوالد مش بتحب ولادك إلا بشروط يعني يعني أنا هحبك إذا عملت كذا وإذا عملت كذا طب إذا ما عملتش دون وما عملتش دون أنا أبغدك تفتكر هنا أنت أب سوي لا أنت مش أب سوي تفتكر لو أنت محبتك فيها محابة بتحب ابنك دون أكتر من ابنك دون وبتميز في المعاملة ما بين ابنك دا وابنك دا تفتكر أنت لو محبتك مش محبة كاملة للكل بتحب اتنين لكن التلاتة التانيين بتبغدهم فماذا نقول للوالدين الذين يقولون لأبنائهم فقط إذا نجحت أو إذا أطعت أنا أحبك الأولاد بيطلعوا معقدين نفسيا الأولاد بيطلعوا مش مختبرين محبة الآب والأم اللي هم مش واسقين فيها بيطلعوا نفسيا عندهم عقد كتيرة عارفين أنهم بيقبلوا عارفين أنهم بيقبلوا على شروط وعدم موجود هذه الشروط بيجعلهم غير مقبولين خيس طيب الله بقى يا دكتور منقذ أنا أكلم من ناحية الإنسانية الله كلي المحبة كامل في محبته يعني كامل في محبته ده اللي بيقوله لنا الكتاب المؤدس بيقول لنا الكتاب المؤدس في أنا هقرى لك بعض الأجزاء هنا هقرى لك من يحنى الأولى أربعة وفي عدد تسعة تمانية وتسعة يقول كده ومن لا يحب لم يعرف الله يعني الله بيقول بمنكم تعرفوني أنا الله المحبة فالذي لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة طبيعته طبيعة الله محبة هي ليست حاجة فيه بس كده بتظهر في وقته الآخر لكن هو طبيعته أنه إلى محب وعشان كده بوليس رسول حتى في رمية خمسة وعدد تمانية لهذه الكلمات ولكن الله بيّن بمعنى أزهر أوضح برهن أن الله بيّن محبته لنا إمت لما كنا كويسين لما كنا برين لما كنا حلوين لا لا الله بيّن محبته لنا يقول كده وإذ ونحن لأنه ونحن بعد خطاء لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا الله أحبنا وإحنا خطاء محبة الله شمالتنا وإحنا خطاء ده تعليم كتاب معدس وعش كده الرب يسوع في حياته وفي تعليمه علمنا عن محبة الله الغير مشروطة محبة الأب محبة الأب اللي ابنه خد مراثه وراح إلى كورة بعيدة وأخطأ وعيش مع الزناة وصرف أمواله كلها إلى آخر لكن الأب في محبته كان ينتظر كل يوم عودة ابنه كان ينتظر عودة ابنه مش كده رب يسوع هاخد المكالمات بعد النقطة دي بس مش كده رب يسوع قال لنا إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم يعني يعني طبقها على رب لو رب حب الذين يحبونه إزاي يعلمني أنا إن أنا أحب الذين حتى لا يحبونني طيب ناخد مكالمة الأخ نايف من السعودية عابر من السعودية ألو 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 أخ نايف ألو ألو أهلا بك أخ نايف لا لا أنا أسمي مونير مونير اسمه مونير السلام مسيح طب ممكن بس توطي التلفزيون عشان أقدر أسمعك آه ما علي سأني واحد ما عليش طيب فضل آه كده كويس آه كده كويس تفضل ماشا طيب تمام آه بوس ما عليش آه ممكن ممكن أوجه أوجه ما عليش بس كلمة اللي ممكن تتسكر آه تفضل آه تمام آه ماشي موسي يا شيخ ممكن السكور تمام آه احنا عاني على الفيسبوك يعني آه كنار كده يعني اسمها بوليس محمد تمام آه سأني واحدة كده نتحدى يعني أكبر شيخ بكم بس يجي بس ينظرنا أو ينظر ماك الدنيال تمام على الفيسبوك بوليس محمد تمام يعني أي شيخ شايف نفسه وطن يجي طيب أخ نايف انت عابر مش كده ناس عرفت مونير 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 اسم مونير يعني مونير طيب أخ مونير انت عابر لا لا مش ده الناس بس اللي جنبهم أنا بيكلم معلش لا لا ده أنا مسيحي أنا مسيحي أخبر عم جد طيب طيب أهلا وسهلا بيك طيب هنشكرك لك لإتصالك الأخ زكريا ألو ألو طيب الخط شكله وقع سلام ونعم أخ زكريا أهلا بيك أخ زكريا سلام ونعم سلام ونعم أهلا بيك الله يحمد أنا أشكرك على برنامج عبر الكتاب أهلا بيك هو برنامج أكاديمي تعليمي يعني يفتح الدين المشاهد يعني المشاهدين الكرام المتابعين تحياتي لهم كذلك أتمنى لهم سنة سعيدة آه وأعياد ميلاد سعيدة لك لك دكتور عزمي والكل عمال القناة أتمنى لهم سنة سعيدة وأعياد ميلاد سعيدة وطول المؤمنين بجزائر شكرا لك خاصة تحياتي لإخوة الأمازيق بجزائر وأتمنى أن تخصص يعني حلقات حول إغلاق الكنائس بالجزائر يعني والترسل يعني المراسلين لجزائر لتقصي الأمر هنا إحنا فعلا اتكلمنا عن الموضوع ده أكتر من مرة سواء أنا أو الأخ وحيد أو الأخت أماني لكن بنشكرك يا أخونا زكريا وإحنا متابعين الأمر في الجزائر ونصلي أنه الرب يعني يرفع الضيق عن الإخوة المؤمنين وإحنا بنصلي لهم الموجودين في الجزائر طيب أكمل مع حضرتكم فمحبة ربنا هي ما ينفعش غير أنها تكون كاملة زي ما قلت طيب أجي الجزء آخر إذا قرنت هذه المحبة بقى محبة ربنا إن الله بيّن محباته لنا لأنه ونحن بعد خطعه مات المسيح من أجلنا أقرنها بالقرآن قرن هذه المحبة بالقرآن الله لا يحب يعني الكرآن في عبارة لا يحب وردت مرات ومرات وده بيؤكد لنا قد إيه فعلا إنه إله الإسلام هو إله ما بيحبش أي حد غير العلمزاج الله لا يحب منهم الكافرين من هم الكافرين غير المسلمين كل ما هو غير مسلم هو غير محبوب عند الله الله لا يحب المفسدين ويمكن حتى الكافرين دلدت بعم الشيعة والعلوية كل يعني طيفة منهم بتكفر التانية الله لا يحب الكافرين الله لا يحب المفسدين الله لا يحب المتكبرين الله لا يحب الظالمين الله لا يحب الفرحين الله لا يحب المعتدين ميش وما اللي يحب مين دي محبة مشروطة طب عمل عمل لدول ايه عمل لهم ايه عشان يغيرهم مثلا هو لا يحبهم بس طب عمل لهم حاجة طيب الكتاب مؤدس بقى بيؤكد أن الله يحب حتى الذين يعادونه حتى الذين سيقعون تحت التجربة بسبب عنادهم واستمرارهم في الخطية وده واضح جدا فيه سفر حسقي الأصحاح 18 بيقول لنا ده كلام رب هل مصر أصر بموت شرير ده سؤال هل الله يصر بموت الشرير في الإسلام الله يصر بموت الشرير الله يصر بموت الكافر الله يصر بموت المتكبر الله يصر بموت المفسد كل الأشرار الله يصر بموتهم ويكلف المسلمين بموتهم يعني المسلم مكلف بني قوم بالمهمة دي هل ما صر بموت الشرير يقول السيد الرب وما ليه ما صرتك ما الذي يسر قلب الله الذي يسر قلب الله ألا برجوعه عن طرقه فيحيى يبقى دقاب محب مازال بيحب الأشرار ومدام بيعيزهم يختاروا لحياتهم الأفضل والصالح يبقى محب لأني لا أصر بموت من يموت الله لا يصر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا وحيوا ارجعوا وحيوا وطبعا ممكن الدكتور منكز وغيره بقى يقول لك اهو يعني هنا ما قال لهمش انتوا لازم تؤمنوا بالكفارة وبدم المسيح وهنا الحياة والتوبة مرتبطة على الأعمال على فكرة هو بيتكلم يهود عندهم الزبائح بتقدم مساء وصباحا عندهم يوم الكفارة كل سنة عندهم كل أنواع التكفير اللي تكلم عنها الكتاب المؤدس فما تخدش النص وتجري به طيب هل يحب الله هتلر زي ما قلت الله محبة نعم يحب الله كل البشر بما فيهم هتلر وموسيليني وأسامة بن لادن وأيمن الزواهري والبغدادي الله يحبهم لكن هل الله يوافق على أعمالهم هي دي النقطة محبة الله ليست معناها موافقة على أعمالهم لكن الله يحبهم آه يحبهم لأن الله محبة فمحبة الله تشمل كل الخليق نعم كل البشر دون استثناء بالرغم من خطاياهم فالبشر كلهم خطاء وهي دي النقطة اللي يمكن مش موجودة عندنا كمسيحين لكن موجودة دايما في الكبائر والصغائر هم عندهم الخطيئة بتقاس بالوزن لكن احنا عندنا الخطيئة خاطئة جدا كل خطيئة مهما كانت هي موجهة ضد الله والله يبغد الخطيئة فالجميع خطاء لو الجميع خطاء والجميع يحتاجون إلى مجد الله ولو كلنا كغنى من ضلالنا واحد بس ماشي بعيد أوي وواحد لسه قريب شوية بس مازال ضال ضال الابن لو تاه سواء راح المدينة اللي بعدية أو راح بلد تانية هو تاه توهن توهن كويس فالجميع اخطأوا ولهذا فهو يريد خلاصهم وفداءهم وتوبتهم وعودتهم لأن الله لا يسر بموت الشرير الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يريد الجميع يخلصون لكن كمان كلمة ربنا بتأكد لنا حاجة تانية وده النقطة وده الاقتباس الاقتباسه الدكتور منقز وبيبني عليه الفكرة بتاعه يقول لكن في نفس الوقت يقول الكتير المؤدسة عن الرب ابغطأ كل فاعل الاثم في مزمور خمسة وعدد خمسة ومزمور حداشر وعدد خمسة يقول أما الشرير ومحب الظلمة فتبغضه نفسي والسؤال هنا هل الله يحب أم يبغض هل يحب الخطأ أم أنه يبغض الخطأ اوضحه لك يا دكتور منقز عشان ايه ما تتعبش كتير لما يكون عندك ابن أو بنت ريفر يعني حد من أولادك ابنك دون قرر أنه يبقى مجرم وأصبح يسرق ويكذب ويتاجر في الممنوعات في المخدرات وإنت كأب نصحته مرة واثنين وثلاثة وعايز تنتشله من المستنقع اللي هو فيه مهما كان التمن تريد أن تنتشله من هذا المستنقع أنت ليه بتعمل كده لأنه ابنك بتحبه ما هو وحش آه وحش بس ابني طب حتى لو قتل ما هو ما زال ابني آه أنا أنا متألم من اللي عمله من أفعال شغيرة لكنه ما زال ابني أنا بحبه ويمكن لو لو اتقبض عليه أنا هروح أزوره في السجن ده ابني لكن لو الابني ده استمر وأصبح مصدر خطر على العيلة نفسها أصبح مصدر خطر على أخواته أنا همنعه من دخول البيت أنا يعني في عبارة دايما نقولها أو أسمعها يعني نشكر ربنا أولادنا باركة كبيرة لكن عبارة دايما اسمعها يقول أنا كرهت الشخص اللي انت وصلت لي مش ده ابني اسمعها ولا مش ده ابني ابني ما يعملش كده أنا كرهت الشخص اللي انت وصلت لي الله كده بيبغد الشخص الذي وصل إليه الإنسان الذي خلقه والذي صنعه على صورته وعلى شبهه فمشاعر المحبة موجودة وأيضا مشاعر البغضة موجودة كرهية وعلى فكرة احنا بنزل الله لمستوينا لما نتكلم على المحبة والبغضة بالمستوى البشري الله غير كده خالص واتكلم عن الجزء ده الوالدين ماذا لو يحب ابنهم لكنه في نفس الوقت بيكرهوا الشخص الذي أصبح عليه ابنهم وده اللي موجود في كتابة مؤدس الله بيحب الكل لكنه بيكره الشخص الذي وصل إليه الإبن اللي خلقه وكانه بيقول مش دل لنا من أجل خلقتك وبيدينه نعم بيدينه الله يحب الخطاه وبرهان محبته أنه دبر لهم طريق للخلاص فمن يقبل يحيا ومن يرفض ويستمر في خطياء فهو هالك هلو نشوف غالبا في تليفون آه الأخ زيتوني ناخد التليفون وبعدين ناخد فيديو آخر لدكتور مونكس بعد كده هلو هلو سلام دكتور عزمي سلام دكتور أخونا زيتوني سلام 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 أنا كويس أنت عامل إيه والله الحمد لله أشكر الله ربنا يبركك ويحميك يا أخونا زيتوني وإنتي وإنتي زيت دكتور عزمي بذلك سؤاتي على المحبة أنت تكلم بأن الإسلام أن إله لا يحب الكافرين ولا يحب المرسدين ولا يحب المعتدين سؤالي دكتور عزمي عندما كانت خطة الله للفداء والصلب هؤلاء الناس هؤلاء اليهود الذين أمسكوا بي يسوع معاك أخونا زيتوني نعم معاك كمل كمل وهؤلاء الذين بسقوا حشاك بسقوا على هذا الإله وتعانوه وضربوه وسبوه وماذا عملوا في ما لا يعمل للبشر هؤلاء الذين فعلوا بهذا المسيح وهذا اللاول هل الله يحب هؤلاء دكتور عزمي هل الذين فعلوا وهذه خطة الله هل هؤلاء الذين فعلوا من بلاطس وكل الجنود وليباس أخو عليه ووضعوا رتلين فوقراسي ومسازوا به الذين صلبوا بجنيبي الاثنين عندما قالوا هل تقدر أن تخلص نفسك بإسهزاء على هذا الإله هل هؤلاء الكل هل يخط الله هل هؤلاء سيكونوا في في السماء يوم والمسلمون بالله نحن كمسلمون اليوم كمسلم ووالله هذا إله المسيحي الذي هو محب هل أنا ما سيكون في نار الأبدية عندما لا أؤمن بأن المسيح صلب وأؤمن بأن المسيح هو رسول عند الله هل سأدخل يدخل المسلم ما مكان ليس لا يتحدث عن الإرهابي والذي يقتل لا أنا أتحدث عن المسلم المنظبط الذي لا يقتل ولا يسه ولا يشه والنبي أخو الحياة هل هؤلاء سيدخلون إلى جهنم وصلت الفكرة أخي زيتوني أنا هاخد الفيديو بتاع الدكتور منقص لأنه في جزء مرتبط بالكلام بتاعك وهارجع على كلامك وعلى الدكتور منقص خلينا نأخذ الفيديو اللقاء إذن جناب القص نحن متفقون على أن الله غضب على الخطية وأن الله لعن الحي ولعن الأرض كل هذا كلامك صحيح ما عندي مشكلة معه مشكلتنا أين موضوع الخطات عند الله عز وجل هل يحب الله مسليني هل يحب هتلر ولا ما بيحب هتلر هكذا أحب الله العالم هل هؤلاء يحبهم الله تبارك وتعالى ولا هو يكره أفعالهم ويحبهم إذا كان بيحبهم خبرني أين هؤلاء هل هم في الملكوت أم هم في الهلكوت في بحيرة الكبريت إذا كانت بحيرة الكبريت مأوى لهتلر ومسليني والله يحبهم معنى ذلك بحيرة الكبريت هي مأوى من يحبه الله تبارك وتعالى إيش فائدة محبة الله لهم إذا كانوا في جهنم إذا كانوا في بحيرة الكبريت إذا كانوا في الهلكوت ما فائدة محبة الله تبارك وتعالى طيب ده تعليق الدكتور منقز بيقول أين هؤلاء اللي بتقول عنهم إن الله أحبهم أين هؤلاء هل هم في الملكوت أم في الهلكوت طبعا ده تعبير هو اخترعه كويس لأنه تعبير مش كتابي مش موجود في الكتاب موجود كتاب بحيرة متقدة بالنار والكبريت الهلاك الأبدية الأخ وبعدين ما هي فائدة محبة الله لهم محبة الله لهم مودتهم ش الحياة الأبدية إيه فائدتها الدكتور منقز كلامك بيؤكد على عدم فهم للإيمان المسيحي لأنه الإيمان المسيحي ليس معناه إنه محبة الله بما إنه الله بيحب الكل يبقى الكل هيروح إلى الحياة الأبدية الكل خطأ محبة الله ظهرت في إنه دبر فداء وخلاص للإنسان الهالك من يؤمن يحيى طب واللي الذي لا يؤمن يدان ده ببساطة آمن بالرب يسوع فتخلص طب إذا ما أمنتش بالرب يسوع يبقى أنت زنبك على جنبك لأنك بلا عذر أيها الإنسان ده بكل بساطة زي النهاردة كل العالم النهاردة بيصرخ من كورونا كويس وانتشار كورونا والناس في كل مكان خايفة من الفيروس وجيت قلت لك يا دكتور منكز قادي الفكسين ده اللي هينقذك ويخففك وهيحميك سنت رفض أنت بتلومني أنا اللي أنا تعبت ودرست وشأيت وبزلت مجهود في أن أنا أخترع لك فكسين بتلومني أنا على موتك ولا أنت المفروض تلوم نفسك أنه أنت بسبب رفضك أنت هلكت فين المنطق يا دكتور منكز ماذا فعلت محبة الله لهتلر هتلر أصر على أن يستمر في خطاياه وفي شروره ماذا فعلت محبة الله للبغدادي أصر أن يستمر في شره وفي خطاياه وفي أثامه ماذا فعلت لأسامة بن لادن أصر في أن يستمر في إرهابه وقتله للأبرياء تجي تلوم الله الذي أحب على أن هؤلاء هلكوا أي منطق ده أي منطق ليه لأن الله لم يخلق الإنسان يا دكتور منقذ بمجرد زراير يدوس عليه يبقى كويس ويدوس عليه يتغير الله خلق الإنسان واحترم الإنسان الذي خلقه لأنه خلق الإنسان حر يستطيع أن يختار لكن إذا استمريت عاش كده حتى لما تقرأ في رسالة روميا وتقرأ أنه غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم وبعدين تقرأ أنه ربنا بيقول هؤلاء أنه فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض يعني 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 أنت عايز رافض أن أنت تقبل وتتغير ومستمر على خطيتك وإثمك وشرك خلاص احتمل بقى يحتمل دي محبة ربنا يا دكتور منقز أنه الرب أعد الخلاص والنجاة والفداء الذي يحتاجه الإنسان ليجد القبول عند الله الحقيقة التي لم يذكرها الكرآن ولا يعرف عنها شيء الكرآن حقيقة الفداء والكفارة يا دكتور للأخ زيتوني أنا رديت على كلامه في جزء وفي ردي على دكتور مرحب بسيط الأخ زيتوني بيقول طب هؤلاء الذين أسلموا المسيح أين هم أين هم هم أسلموا المسيح لي يا دكتور يا أخ زيتوني بسبب خطاياهم وأثامهم الله آه الله يعلم أنهم خطاء والله في تدبيره استخدم خطاياهم لكن هذا لم يلغي مسؤولية الإنسان الله متحكم في كل الظروف آه لكن هذا لم يلغي أبدا أن الإنسان مسؤول يعني مش مش حضرتك تقول آه أصله المكتوب على الجبين لازم تراه العين الله كاتب على الجبين إن أنا حسر فأنا لازم أسر هؤلاء الذين أسلموا المسيح ولذين مات المسيح لأجلهم حكتين مهمين جدا يا أخ زيتوني أول حاجة رب يسوع نفسه صلى لأجلهم وقال يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون أحبهم حتى وهو على الصليب أحبهم حاجة تانية إنه كثيرين من هؤلاء آمنوا بالمسيح في يوم الخمسين كثيرين من هؤلاء قبلوا الإيمان بالرب يسوع واتغير واتغيرت حياتهم وصاروا أدباع للمسيح فإذا استمر في خطيته واقع تحت دينونة الله لكن إذا رجع وآمن بالمسيح وقبل خلاص الله الذي أعد في شخص يسوع المسيح ومحبة الله التي أعلنت في يسوع المسيح بيجيط حياة وخلاص أبدي عشان كده هكذا بهذه السورة إلى هذه الدرجة أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم